السلام عليكم ورحمة الله أسعاد الله ومساءكم في هذه المناسبة الجديدة من حصة معن رشاد بادي أن دي بدء أود أن أعلن عن بيان صدر عن حركة رشاد عقب لقاء جمع أعضاء مجلسها الوطني الذي تدارس الوضع السياسي في البلاد والتطورات الأخيرة التي أصبحت تؤكد أكثر من أي وقت مضى على خطورة الوضع الذي تعيشه بلادنا وما يحيط بذلك من مخاوف على استقرار البلاد ووحدة ترابه وكيانه كدولة نظرا للعبث الذي أصاب النظام الحاكم الذي تعودنا الإنفلات الدائم من تصرفاته التي في الحقيقة ليست عجبا في حد ذاتها ولكن الأخطر هو تمادي هذا النظام بالجري إلى المجهول والجري بالشعب إلى المغامرة وعدم الاكتراث بما يجب القيام به للحفاظ على مصالحه ووحدته وهذا البيان الذي سنبينه في الصور التالية في الحقيقة يؤكد على مفاهيم سياسية ويذكر بمبادئ حركة رشاد بداية فهو أولا يلاحظ أن الأزمة السياسية في الجزائر للأسف لم تزد إلا تفاقما ووضعت درجة من التعفن أصبحت تهدد وحدة الجزائر ووجودها كدولة في أعماق وفي أسس مكوناتها فإذن لحمة التراب ولحمة الشعب وكيان الدولة أصبح مهددا وهذا أمر لا أظن أن يختلف عليه إثنان من المراقبين والمواطنين والمواطنات النزهة الذين يلحظون ذلك في كل لحظة وفي كل حين كذلك أن شغور منصب رئاسة الجمهورية عقب مرض عبد العزيز ابو تفليقة هذه الوضعية التي تعامل معها النظام للأسف بضبابية يعني فادحة وبالكذب طارة وبالتسطر على وضع أصبحنا نأخذ ونستقي الأخبار عن الرئيس الجزائري من فرنسا ومن السلطات الفرنسية وهذا ما سمعناه مؤخرا حتى أن الرئيس الفرنسي أصبح هو الذي يخبر الجزائريين عن حالة الرئيس الجزائري ويستعمل عبارات في الحقيقة تدخل في إطار وفي خانة العذر أقبح من الذنب فمثلا فرنسوا أولاند قال إنه لا يخشى الاضطراب والكارثة في البلد استعمل كلمة فرنسية بلوكاو جنود خانبا لوكاو ويتكلم عن الجزائر طبعا في هذه المرحلة الحرجة والعجب أنه طبعا لم يكن فرنسوا أولاند ليتكلم بهذه الطريقة عن دولة أخرى فهو لم يخشى هذا الكاو كما قال على دولة أخرى كالسويد أو باكستان حتى أو غيرها وإنما الإشارة إليها في حالة الجزائر هو في حد ذاته رسالة للجزائريين أن الوضع جد خطير وقراءتنا لهذا الموضوع تجعلنا نأسف مرة أخرى لغياب ما يمكن أن ترمز إليه الدولة الجزائرية بحكم أنها تولي اهتماما للمواطنين وتخاطبهم بتلك الصراحة وبتلك الرزانة التي تجعلهم يشعرون أن لهم دولة دولة تقيم وزنا للمواطنين ولكن للأسف الرئيس يمرض يمشي لمستسفى فرنسي عسكري يعني ما كفاش أنه كان فرنسي ولكن عسكري كذلك ثم يبقى في مرحلة كما يقول سلال وأصحاب مرحلة نقاها في مركز للمعوقين معوقية الحرب الفرنسيين الآن ثم يأتين من يتكلم عن وضعه هو فرنسوى ولند حيث أن سلال وأصحاب قالوا لا حاجة لنا في أن نخبركم عن وضع الرئيس وإنهم يفضلون حسب تعبير يعني تعبير منحط لرئيس لمن يدعي أنه وزير أول في دولة جزائرية محترمة أصبح يتكلم لنا عن المرميطة وعن البوتيكة وأكرمكم الله كل الأمور التي لا تليق بمن يكون في هذا المقام بالنسبة للدولة الجزائرية ومتهربا ومتسترا عن لب الأزمة التي نجمت عن غياب الرئيس إذن حركة رشاد في بيانة هذه تذكر أن شغور هذا المنصب منصب الرئاسة جاء ليؤكد مرة أخرى على عدم قدرة هذا النظام بتسيير أموره وكذلك على خطورة هذا الوضع كذلك ينبغي أن نبين ونذكر أن ما جاء في حركة في بيانة وتأسيس حركة رشاد وميثاقها سنة 2007 أن الحركة منذ ذلك الحين وما فتئت تذكر أنه لا مناص ولا مفر من تغيير سياسي جذري في الجزائر بطرق سلمية ولا عنفية يرسي ويفضي إلى إرصاء دولة القانون والحكم الراشد وعلى أن يشترك في هذا المصار كل المواطنون بشتى توجهاتهم السياسية إلى غير ذلك لأن هذا أصبح أمرا لا مفر منه كذلك تؤكد حركة رشاد وهي تلحظ أن هذا الأزمة الحالية عوض أن تجعل الطبقة السياسية كلها بما فيها منهم في السلطة يتفطنون إلى خطورة الوضع إلا أنه للأسف هناك من يرى ولا يزال يحوم في تلك الحلول الترقيعية وتلك الحلول المناورة والعبث بالمواطنين فمنهم من يأتي بالحلول التي لا يمكنها أن تكون حلاً في صلبها فلذلك أن حركة رشاد لا ترى في اللجوء إلى المادة 88 من الدستور في الإطار الحالي الذي يريد أصحابها أن يعزل الرئيس أنها حلاً ليس لأن الرئيس أفلح في سياسته وأن هذا النظام شرعي لغير ذلك لكن هذا يوحي بصراع داخلي ونحن نريد أن نخرج من هذا الصراع صراع الأجنحة وأن نجعل الأمر في أيدي الجزائرين حقيقة في أيدي كل الطبقة السياسية وشرائح المجتمع كذلك من يرى أن في انتخابات رئاسية مسبقة أو في وقتها مسبقة يعني ممكن إذا فعلت المادة 88 وتأتي الانتخابات بعد 60 يوم من تلك المرحلة أو من ينتظرون انتخابات أبريل 2014 تقول حركة رشاد أنه في ظلي النظام القائم وأسسه في التسيير بل الفوضى التي ينتهجها في التسيير لا يمكن أن تكون حلا كذلك فإن حركة رشاد تعتبر أن الذين يروجون مرة أخرى كما فعلوا في 99 عندما أتى أبو تفليقة بفكرة الرجل الفذ الرجل المنقذ الذي نأتي به بيد ساحر أي ساحر كان لا يمكنها أن تكون حلا للمرحلة الحارجة التي تمر بها الجزائر إذن قد يقول قائل ما هو الحل فنحن كحركة رشاد نرى أن أولا لا يمكن أن تكون تلك الحلول هي التي ذكرت من انتهازية أو من ينتظر دوره بأن يناديها أصحاب القرار كما يقولون اعتاده وأن يبنو أسطورة انتخابات شفافة في إطار النظام الحالي فكن ذلك غير مفضي ولكن حركة الأرشاد تريد أن تجعل الطبق السياسي بكل أطيافها أمام مسؤوليتها كيف ذلك نعلم أن الذين انفردوا بالقرار وبالحكم في الجزائر من بين الأمور التي يستندون إليها أنه لا طبق سياسي ولا رجال سياسيين كما يزعمون في الجزائر هكذا يقول أصحاب المخابرات وأصحاب الذين يسيرون وراء السيطار يقولوا هذا الطبقة السياسية نعرفها كلهم يحبوا يأكلوا كلهم نشريهم كلهم لا عهد لهم كلهم يجرون وراء مصالحهم فإذا ما كانش طبقة سياسية طبعا نحن نرفض هذا الكلام ولكن في نفس الوقت لا بد أن نقول لكل الشركاء السياسيين هيا بنا هيا بنا كلنا نقف كطبقة سياسية واعية ونقول للعسكر والمخابرات فيه طبقة سياسية فيه طبقة سياسية واعية ما تقبلش باش تبيع نفسها ما تقبلش باش تتناور على شعبها ما تقبلش بتدخل في مناورات مع أي كان السلطة المتسطرة ولا أصحاب الأموال ولا قوة أجنبية إنما تتحمل مسؤوليتها أمام الشعب وأمام الوطن وأمام التاريخ حتى تبلور فكرة موحدة تجمع طبقة سياسية نزيهة شريفة لا يعني تريد شيئا سوى مصلحة هذا الشعب فلذلك حركة رشاد تتوجه إلى كل الفرقاء وكل الشركاء السياسيين دون إقصى نقول لهم نحن ندعوكم إلى لقاء يجمع كل الفعاليات السياسية في الجزائر لماذا ندعوهم إلى أي شيء ندعوهم أولا أن يتحاوروا فيما بينهم دون شرط مسبق ودون قيد ودون رعاية أي طرف خارجي كان أو سلطة متسطرة كانت وأن يكون هذا فقط في مرحلة أولى إلا بين الشركاء السياسيين من شخصيات وأحزاب وجمعيات مدنية نقابات كلهم لماذا يستمعون لأننا نريد أن يتكلم ويتصارح الجزائرون في لقاء شفافي علني في الجزائر حول وضع الجزائر يتكلموا على بلادهم علش فقط نتكلموا عبر وصائر الإعلام عبر أين كانت خلي هذا السياسيين بشتى أنواعهم وأطيافهم يلتقوا ويتكلموا حول ضع الجزائر ويتناصح بعضهم بعض ويحاولوا أن يجعلوا أرضية أرضية لا تملع عليهم من أي طرف كان بينهم وبين ربي سبحانه بينهم وبين ضميرهم بينهم وبين واجبهم تجاه هذا الشعب لوضع أولا أن يبينوا أن الوضع خطير لأن القضية كما قلت لا يمكن أن تحل في إطار ما اعتدناه من حلول مزيفة ومفبركة فهذه أولا نريد أن نخاطب عوضا نخاطب النظام الحالي ونقولوا له فيك وعليك وكذا نقولوا كذلك الطبقة السياسية وإحنا كطبقة سياسية ما عندنا مسؤولية في الوضع المتعفن إذا عندنا مسؤولية خلينا نكون صراحة نتكلم فيما بين ونحاول أن نجعل إطارا قد يؤسس وإن شاء الله نتمنى ذلك لمرحلة جديدة لجزائر جديدة على الأقل أن نظهر لشعبنا أن فيه رجال وفيه نساء ممكن يتحملوا مسؤوليتهم وممكن أن يكونوا في مستوى التحدي تحدي هذه الساعة التي لا يمكن لا يمكن أن نجعل مصير أمتنا في يد كمشة من العسكر أو قد قوة أجنبية أو مغامر أيا كان أو رجل فذ ينقذ الأمة هذه الاعتبارات انتهت انتهى وقتها وولى عهدها فذلك نريد أن تكون هذه المرحلة مرحلة قد تكون عبر يعني مراحل تفصيلية في حد ذاتها لقاءات ثنائية جامعة ولكن تغضي في آخر المطاف إلى وضع أرضية وقد كان لنا مثال في الماضي عندما منعت في بداية التسعينات القوى الاستئصالية الطبقة السياسية التي كان لها تمثيل في الجزائر من أن تجتمع في الجزائر اجتمعت خار الجزائر وجعلت أرضية قد يكون عليها مآخذ في بعض تفاصيلها لكن المنح كان نزيها وشريفا وجعل لأول مرة حلا معقولا للأزمة الجزائرية فنحن نريد أن يكون المسار نفسه يتجدد واليوم الحاجة أقوى من أي وقت مضى ثم بعد ما نتكلم عن هذا الحل التفاوضي وأن تجعل الطبقة السياسية نفسها في موضع أنها تصبح شريك لا يمكن أن يستغنى عنه ممكن هناك أن نتكلم مع أصحاب القرار أن نتكلم مع المخابرات مع العسكر نقول لهم شوف هذا الطبقة السياسية الآن ما يشقى بلوضع الحالي رايحة تتحمل مسؤولية همام هذا الشعب رايحة تريد أن تؤسس لدولة القانون لدولة الحكم الراشد وتريد قطيعة مع الممارسات الماضية أنتم طرف دفاكتو كما يقول رايحة تطرف اللي عنده السلطة اللي عنده مال اللي عنده جيش رايحة تطرف نحن ندعوكم إلى مسار جديد ممكن تشاركوا فيه ممكن تشاركوا فيه لكن ليس بالذهنية الماضية مش بعنها باش تجيوا تشوفوا تنتقيوا ناس وشكول يتشروه وشكول يتديروه وشكول يتلعبو به لا نشترك في حل تفاوضي يفضي إلى مرحلة جديدة مرحلة جديدة نجعل لها ضوابط نجعل لها أسس نريد منها أن نقيم حكما مدنيا حقيقيا لا 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 يمكن أن يسأله إلا الشعب الذي انتخبه وأن يكون الجيش في إطار دستوري واضح أن تكون أجهزة المخابرات لها دورها كأي دولة ولكن لا تتحكم في السلطة المنتخبة ولا نقع مرة أخرى في هذا الاستهتار بالدولة الجزائرية الذي نعيشه اليوم والمتمثل في هذا التناطح بين أجنحة داخل النظام بموازين قوى وكأن الشعب سامحولي الكلمة أصبح خضرا فق عشا لا أبدا نقول كفى لهذا الوضع ممكن تشاركوا أنتم في مرحلة قادمة مسب بداية لأننا ما قلت لابد أن أولا الطبقة السياسية تبرهن عن استعدادها لخوض هذه المرحلة ثم يشترك كل الناس كانوا عسكريين مدنيين في مرحلة أخرى ليشترك في ماذا في مرحلة انتقالية في مرحلة انتقالية تؤسس للدولة الجزائرية الجديدة التي ترصي المؤسسات وتضمن حق الشعب في اختيار ممثليه تجعل دستور مواتي يحترم من طرف الجميع وتجعل كل مؤسسات الدولة كل سلطات الدولة السلطة التشريعية ومش السلطة القضائية كما سماليون احنا عنا القضاء لابد أن يكون سلطة مستقلة مستقلة لأن دولة لقضاء فيها يولي كما يقولوا الآن مؤسسة لا القضاء مش مؤسسة القضاء سلطة سلطة في تصورنا للدولة يعني يكون قوته أكبر حتى من قوة العسكر لأنه هو الذي يحمي الحقوق ويجسد القانون ويجسد احترام القانون وحقوق المواطنين وغير وكل الحقوق في الدولة إذن هذه المرحلة التي نريد أن نؤسس لها أصبحت اليوم أكثر من أي وقت ضرورة للجزائرين الآن حركة رشاد تقول بكل وضوح وبكل شفافية وبكل الصدق للجزائرين نحن أملنا أن نجنب وحرصنا ليلة نهار أن نجنب دولتنا المآسي وليكن الجزائريون في حذر ما هوش بالضرورة عملية تغييرية وما يخوفوناش بللي أعرضوا بالكم يصرعنا كليبيا ولكي سوريا لا العكس أن هذا المأزق اللي يرانا فيه اليوم وليتحمل مسؤوليت النظام الحالي وحده أقول وحده لأنه منذ سنين وستين هو اللي أرشد أيدي الحكم ابو تفليقة والديارات وجماعتهم ما كاش غيرهم اللي اختارهم الحكم من سنين وستين فما يبقوا يخوفون بأطراف أخرى هم المسؤولون هم المسؤولون أمام هذا الشعب عما آل إليه الوضع إلى هذا الحالة اللي رانا فيها الآن إذا انفلتت الأمور لا سمح الله ونحن لا نرغب في ذلك ونعمل كل ما في وسعنا بكل ما أوتينا من طاقة كبرت أو صغرت حتى نجدنب أمتنا وشعبنا الويلات والتمزيق وما يهدد وحدتها لكن في نفس الوقت نقول حذاري إذا هذا النظام ابقى صم بكم ابقى في هذا الجباروت انتاعوا كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ويبقى سسلال يطلعنا بغنايات يعني وبحكايات وهذه التافهة كل ليلة ويجينا التوفيق وأصحابه يقرر كما يشاف في الظلمات نقول لهم إذا كم حابين تمشوا في هذا المسار أراكم رايحين تتحمل تابعات وخيمة للجزائر ومستقبلها لأن خمسين سنة بعد كفاء ما أبقاش وممكن هذا الأزمة اللي رانا فيها تكون فرصة أقول فرصة ليس تشفيا في الورط المزل لرانا فيه لكن فرصة لتغيير المسار نعم الطبقة السياسية عند مسؤوليتها ولازم تكون في موقع الشجاعة وموقع النزاهة وما تبقاش سامحوا للكلمة ما تبقاش تشية لهذا أصحاب القرار ما يبقاش الحزب الفلاني يزري مرجر الارفراني باش يرضع عليه ويدل ووزير ويدل رئيس لا نقف الآن نقول حبسه الآن الجزائر في خطر خلينا نتلقي كطبقة سياسية خلينا للتفح والمشروع وطني جامع شامل يحمي الجزائر من هذا العبث الذي رأى فيه ويحميها من هذا النفق الذي سيرى فيه ثم نقول العسكر أرواحه الطاولة في العلن أمام هذا الطبقة السياسية وخلينا نتفق على مرحلة انتقالية إذا كان قبل الجماعة هذا المصار نقول الحمد لله هذا مصار تعخير يعني بعيدا عن أي مناورة وعن أي انتقاء وعن أي محاولة تقسيم الطبقة السياسية لكن إذا كان العكس يعني تمادوا في طغيانهم سنقول لهم في عدة مراحل في 62 88 قتلت الشعب في 92 دخلت الجزائر في دوامة عنف أكلت ودبرت هذا البلد الآن رأيكم ممكن تؤد البلاد إلى أخطر من ذلك ممكن رأيكم تمشوا في مسار يمزق الدولة الجزائرية يدخلها في متاهات حروب لا سمح الله يهددها كدولة يهدد شعبها ممكن يعطيها في طبق ذهبي لقوة أجنبية ورأينا نشوف هذه الممارسات يوم بعد يوم والشيء اللي اذكرت عن مرض الرئيس ما هو إلا عين صغيرة أصبحت الدولة الجزائرية ينطق باسمها من الخارج ويأتينا الوزير الخارجي لدولة أخرى وهي نفسها حتى نكونوا واضحين اللي اذكرت يأمرنا بما ينبغي أن نفعل ولا نفعل في أمور استراتيجية مصيرية لشعبنا ودولتنا فإذا كان الجماعة هذا بقاوا صم بكم وماشيين في جباروتهم وكبرياءهم رايحين يتحملوا تبعات مسار لا سمح الله قد ينفجر في هذا البلد لأن المسار والشعب اللي نشوفوه احتجاجات البطالين الاحتجاجات اليومية اللي رايحة تصرف البلاد رايحي تهدد ليس لأن مطالبها غير صحيحة ولا غير مشروعة بل العكس نحن ندعب مطالب إخواننا البطالين وغيرهم من المطالب المشروعة ونحيي فيهم روح المسؤولية والحراك السلمي الذي يخوضونه لكن قد يأتي قد يأتي ممكن حتى من هذا النظام المتعفن من يفجر الأمر ويأخذه إلى طريق طريق الانفجار وطريق المغامرة وهناك سيكون المسؤول الوحيد هو هذا النظام وقتها قد تأتي نتائج لسنا مسؤولين عنها ونقولوها هذا إبراء للذمة وحتى يكون كل واحد مسؤول على كلامه فهذا النظام إما أن يعدل عن هذا المسار المنحرف الذي يرهم شافيه ويخوض حقيقة في مسار إصلاحي تغيير جذري لطبيعة النظام بعيدا عن المغامرة والمناورة والحلول الملتوية وإما أن يتحمل وحده أقول وحده وما يجوش يقولون قوى أجنابية وتدخل هو هذا النظام إذا مشات البلاد لا سمح الله للهلاك هو الذي سيحاسب فأرجو أن تكون كلمة رشاد قد وصلت أولا للشركاء السياسيين من المجتمع المدني لندعو مرحل نتصل بهم في الأيام المقبلة من أحزاب من جمعيات وندعوهم إلى طاولة الحوار وإلى الكلمة الجامعة اللي إن شاء الله ممكن نبلور من خلالها حل توافقي لإنقاذ الجزائر ثم في مرحلة أخرى للنظام في حد ذاته راجين أن يكون في مستوى التحدي ولو مر في حياته ولو مر في حياته حتى نجنب الجزائر الويلات ونبني دولة الحكم الراشد دولة المؤسسات القوية دولة الشرعية وهذا ما نصب إليه وسنعمل من أجله في هذه الأسابيع والأشهر القادمة نرجو دعم الجميع ونرجو تجرد الجميع من أجل مصلحة الجزائر تحية الجزائر وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر